هو فعلا كل فعل يحتاج الى طاقة وعشان كده عايز اقول برضو الطاقة دي متفوتة حسب نوع الفعل بمعنى ايه بمعنى ان طيارة نفاسة سيبر سونيك محتاجة الكمية ضخمة جدا جدا من الوقوف ولكن انت يا رب مروحتين هتعوز اقل عربية ستة سيلندر اقل عربية صغيرة اقل بسكليتة اقل امركب شراعي يدوبك الريح فالمسألة وتوقفها على نوع الفعل ايضا في الانسان نفس الشي في فعل جسدي وفعل نفسي وفعل روحي ترك مستويات من افعال الفعل الجسدي يعوز اكبر كمية من الطاقة عشان تجري تسابق تلع سلم يعوز تحرق كمية كبيرة من السكر وتعوز كمية كبيرة من اكسجين لكنها افعال نفسي زي الانفعال العاطفة يعوز اقل النشاط العقلاني زي التفكير يعوز يحرق اكسجين اقل الخيال يحرق اكسجين اقل لغاية ما ننصل لغاية المستويات الروحية حنلاقي ملاحظة غريبة جدا تلعكس المعادلة ازاي الفعل الروحي لا يأخذ منك ولكن يعطيك العكس تماما اللي جرب الحكاية دي هيفهمنا تماما فعل الروحي زي فعل السجود مثلا لحظة التسرمد ولحظة اسلام القلب بالكلية في لحظة السجود اللي جرب السجود السجود بقى اللي هو يعني مش سجود الجوارح مش سجود ايدين و جسم لا سجود قلب وسجود روح اسلام الوجه تماما تسرمد لحظة التسرمد الجميلة دي لحظة الانسان ما يطرح كل شيء ويفني اللي جرب هذه اللحظة يعرف ان انها لحظة بتشحن الانسان بشكل مجهول ممكن ازا كان مريض يشفى متعب يستريح يائس يستروح بالامل ايه اللي بيحصل ايه الاسرار في هذه اللحظة ما حدش يقدر يعرفها الا اللي جرب اللي جرب هذه اللحظة لحظة السجود ربنا بيقول فاسجد واقترب فهي لحظة قرب لان هذه اللحظة هي لحظة قرب من مصدر كل شيء مصدر النعمة والنور والمدد والطاقة وكل حد فمجرد انها تحصل كما يجب ان تحرس بتؤدي الى شحر فهي نوع من الفعل الفعل الروحي نوع من الفعل يعطيك ولا يأخذ منك بتنعكس المعدلة تماما لانه فعل يضيف مش يسلب اي فعل اخر زي النشاط الجسماني جري مش عالك ايه طلوع سلب ده عاوز ده حالة سالبة لازم انت تغذيها باستمرار بالفحم والوقود والبترول الجسم يعتمد على السكر والاكسجين للغاية من نمشي بقى في مدارج الفعل بدءا من الجسم للنفس للروح لما نوصل للنشاط الروحاني فنلاقي المعدلة تنعكس الفعل الروحاني يضيف اليك ويعطيك وما يخدش منك ما يستنفدش منك اي حاجة لكن بالعكس بيضيف اليك ترجمة نانسي قنقر